موسيقى الله معكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حكمة عمر ضايت لليوم سيدة راشال صليبة الحج بطرس وسوا رح نحكي عن حكمة العمر على اي اساس بنيتها وهل ما مرور السنين اتغيرت وجهة نظرها او رؤيتها لا ما بدأها بالحياة اهلا وسهلا فيك سيدة راشال مرسي ببرنامجنا خبرينا شوي شو حكمة العمر عندك مرسي استضافتكن لنا وحكمة العمر هي اول شغل القناعة والتاني شيء الايمان الكبير نعم وهو دي هال مبدئان يلي كنت متمسكة فيهم هن خلوني اتخطة كتير سعاب كبيرة بحياتي مرقة وقلام كبيرة نعم ادي مهم الانسان يضل مشبس بمبدأه مش اقل هزت ريح يعني تخليه انه يغير يقول لا مش صحيح اللي كنت مقتنع فيه مفروض انه اتبع الجو الجديد اللي اجا اه كتير كتير مهم انه نتمسك بما بدئنا والنمية اكتر واكتر من بعد كل صعوبة بتمرق بحياتنا لانه حيتمنى كتير سهلة فيها دموع اكتر ما فيها ابتسامات بس البطولة وقتها من ورا الدمعة مع الدمعة فيه ابتسامة وفيه راجة كبير هيدا ما بتقلك هيدا بيجي من قوة الامان يمكن عند الشخص يلي بيساعدوا انه يضلوا محافظ محافظ على ايامه نعم خبرنا شو هندك عائلة نحنا عنا بنتين وسبة بنت وسبة عايشين معنا هون وبنت صارت بحضن القهب وانا بحلم يوم اقدر كون حدا مطرح ما هي مطرح ما هي الكل بقولوا اكيد احسن من الارض اللي احنا عايشين عليها اكيد وكلنا بنتأمل بيوم من الايام انه ننتقل على حضن الله يلي هو احسن حضن بالظروف الصعبة اللي مرأت فيها مين كان الدعم لك الداعم الكبير هو كان الانجيل وسئتي بأله كبيرة كانت ولا يوم اتزعزعت لانه كان عندي كتير مبدا كبير قدامي لا اخاف ثوءا لانك معي وهو بيان لي كتير انه هو حضنني ورفعني اكتر ما بستاهل انشاء الله كون استاهل محبته واهتمامه فيي بعدين عندي عائلتي جوزة هو الداعم الكبير لأيلي وولادي نشكر الله عليهم وهلأ بنتي تجوزت وصبت تيتا وهي ده فرح كبير لأيلي لانه كنت مرة بأزمة صحية كبيرة وكنت اتطلع فيه وقل له قعد زعبر معي بدي جوز ولادي حرام عليك تخدني هلأ بكير بدي شوف ولادي اتجوزت بنتي وهلأ بقل له بدي شوف احفادة هلأ صار عندي حفيد وبقل له مرسي لأنك بعدك مطول بالك علي على ثقة تامة انه الراب دايما موجود تيكون يسمعنا كتير صحيح صحيح هيك لأنه كان عندي تجربة انه سخنة سخنة كبيرة واضطرها تكون بقوضة وحدة ما فينا لا اقرأ ولا اسمع مع دجة ولا شيء وهالشيء كان زعلني شوي لأنه أنا بحب أقرأ كل يوم لأنه نص صغير بالإنجيل واتأمل فيه وقت اللي صارت هاي القصة ممنوع كل هودة زعلت من ربنا وقلت شو بيك مستكترة علي كنت اسمع كتير صوت المحبة أحضر تالي بميار إنه هودة بيعنولي بيعطوني هالدعم تدلني واقفي وقلت كيف هيك أنا ما فيني بدي اسمع كلمتك وهيك متل كأنه قال لي أنت يا مرأة كتير عندك نشاطات كتير ومشاريع كتير إجا وقت أقعد أنا وإياك كتاة قتاة وأنا ضغر روحنت المرحلة ومرأت متل كأنه نهار مش ستة شهر وما كان عندي استقلالية كان حدا بده يطعميني حدا بده يفوتني على التوالات كانت فترة صعبة بس وقتها بلشت علاقتي مع يسوع قوية كتير وكان عندي ملء السئة وكأنه هو رجع بصم بحياتي عن جديد إنه أنت هاك وبدك تدلك هاك وأقوى وصار عندي وحدة حال أنا وإياه أو قيت بعيتها لا أو قيت بضحك معه كأنه هو حدا هو مش كأنه هو حدا من أفراد عائلتي مشان هاك كنت قلو قعد زعبر معي وجاوزة كان يضحك ويقول ايه وشو رد عليك وقال ليك واللي قال لي ياه هو يالي بعدني اليوم بحب الحياة ومقتنعة ومبسوطة بكل شي وعم يلعم علي كتير بنعم إن شاء الله بيستهلا إن شاء الله راشال بتعتقد أنه الإنسان ضروري يمرق بصعوبة تيعرف أنه هالعلاقة بينه وبين الله موجودة تيشعر فيها فعلا أم بحياته العادية فيه كل يوم يكون على هالتواصل القوي متل ما قلت حضرتك يقدر يحكيه يقدر يشكيله همه يقدر ينطر جواب منه أم شو؟ هي هي لكن من بعد خبرتي المتواضعة بقول لأ نحنا منحب يسوع وعننا ثقة فيه بكل أيام حياتنا بس ما بتقدري تصالي باتحاد معه والدقة والدقة بجرحه غير ما تتوجعي متل ما هو توجع هي حالو 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 كتير إن شاء الله ما بقى تشوفه وجع وبعتقد بما أنك دايماً مهديكة بعتقد كل شي بيمرق رح بتحسيه أنه نهار ويلا وقزمة وبتقطع وأنا دايماً رح أرجع قوم ورح أرجع وقف نعم لو رجع الزمن فيك رشال أيام ما كنت أيام الصبا كنت بتغير شي بحياتك أبداً أبداً حتى مرة كنا قاعدين ستات هيك عم نتحدث وحداً قال إذا كان نحنا رجعنا لورا مين من نقي رجال غير يلي جوزني كان كل حدن يحلم بحدن تاني كل واحد قال حدن تيتر كبير أو شي أنا قلت برجع بيخد نهرة أبداً 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 حيات الأولاد هو عمل مقدس وأديش فيها الأم تكرس حياتها لتربيتهم بمرحلة معينة هيدا شغلة كتير مهمة أنا كنت أشتغل أشتغلت بمؤسسة أنت أخي فترة منيحة بس إلى أن عملت جلطة وهيدي الجلطة منعتني أنه عود أقدر سوق أو أنه مارس حياتي العملية وبالفترة اللي اشتغلت فيها كانت أجمل فترة بحياتي للحقيقة كنت عم بقدر قسم بين بيتي وعائلتي أكيد بس هلأ اللي مكتفي فيه هو نشاطاتي الاجتماعية بكذا لجنة داخلي و ومقضية وقت هلأ يعني لبيتي وعائلتي بالطاقة اللي بعدها موجودة عندي وهلأ مع حفيدة وإن شاء الله بصيروا أكتر من حفيدة إن شاء الله أكيد بدي رجعت كمينة شوية لمرحلة قبل قبل وقت كنت بيه بيت أهلك هلكنتوا بالبيت كمينة ربيته على هالرجع وعلى هالإيمان بهالجو عن جد كتير قريب من الله للحقيقة لو ما عندك هيدا النفحة منذ الطفولة أكيد أنت منك هاك اليوم كان عندي أم الله يرحم نفسها أم هي توفت كتير بكير كان عمرها ست وخمسين سنة بس أنه نحنا صورة طبعة بالأناعة يلي عشتها بتحمل الألام وحبها لعائلتها نحنا سبع أولاد مننا أنه عائلة صغيرة وعتيتنا وعتيتنا كل طائطة ما خلت شيء يعني ما بخلت بشيء علينا إن كان من الإرشاد إرشاد الروحي وإرشاد الاجتماعي والإرشاد بس تجوزنا على أكتر ما كانت تقبل حدا مننا يخبرها شغلة عن جوزه مثلا إنه جوزة قال لي هيك عمل هيك ضغرة تقول ولا كلمة هيدا احترامه قبل كل شيء وما بتخبره شي عنه ما بيهين علي تخبره شي عنه لا قال لي حتى يعني وكانت الحب نتدافئ وأنا كتير كتير بفضله الله يرحمه شكرا راشال بديك تخبريني هل بعدك ما اعتبره إنه عنديك كتير إشاة أحلية بديك تحقيقية للمستقبل أم بتقولي مت ما بنسمع كتير من السيدات بيقولوا خلاص ما نحنا كبرنا إنه شو بعد بدنا نعمل بتلاقيهم خلاص وقفوا كل شيء لأنه العمر إلو حق هل هالشي صحيح؟ لا أبدا أبدا الحياة بتحدي دايم صح ممنوع ما في مرأة أو كائن حي على هالأرض بيقول خلاص أنا كبرتها عملتها لازم أعمله هاي أكبر غلطة العلم ما إلو حدود هلأ أنا عم بروح أعمل فورمسيون بالجامعة وهيدي مش أول فورمسيون صارو هايدي تالت فورمسيون وكنت دايمة أفكر أنا وقت تجوزت كنت ترمينال وتجوزت وبوقت اللي نحنا تجوزنا كنت البنة إذا بتشتغل تترك شغلات تتكرس لعائلتها صحيح أنا بما أنه ما كنت أشتغل كان بعدني بالمدرسة كنت فكر دايمة وقتها يكبروا أولادة وما بيعودوا كتير بحاجة إلي مثل إني وأطفال بدي أرجع عالجامعة وإرجع حقق ذاتي ولي من كبروا أولادة وسهر كل واحد منهم عنده الليسانس والمستير طبعه وأنا بعدني بهالترمينال لا 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 هيدا منه مزبوط أرجعت قد ما بقدر ومن بعد الجلطة ما عاد عندي التاقة الكتير كبيرة بس بالموجود عندي عم بقدر كفة وبعدي عندي شغلة وحدة كنت أنا بحبها كتير هي الموسيقى بتخيل إنه هلأ لازم بعد شوي روح أعمل شي بالموسيقى برافو شو بتنصح جيل اليوم؟ شباب وصبايا ما رح نقول صبايا بس لأنه الشباب كمان تغير كل نظرتهم وكل مفهومهم بنصحهم أهم شغلي أهم شغلي إنه يكون يعرفوا شو هي التضحية بحياتهم وما ينبهروا بملازات الحياة وبالإشياء بالإشياء هلأ التكنولوجيا يلي كتير كتير عم بتهدم العيلة بالبيت كل واحد عنده لابتوب تبعه سلقلاره عالمه الخاص نحنا كنا عملنا شغلي ببيتنا كان كل ليلة أربعة من نطف جرس البيت ونطف التليفونات ومنعمل سهرة صلاة مع بعضنا وكانوا الولاد نطلب منهم هن يحضروا للصمدة الأجواء نعم نعم تنقعد نصلي ونختار نص من الإنجيل ونتشارك فيه وكل واحد يخبر التاني نتشارك بأفكارتها مع بعضنا وكنا آخر شي كل واحد يقول باردون للتاني باركي حدا نزعل التاني بدون قصد وهيك ربيوا الولاد بين هن وصغار يعرفوا يصلوا يعرفوا يسامحوا ويعرفوا يوسقوا بألا وبشكر الرب ع كل شي ما انهم ولادي اديسينوا كل يوم بالكنيسة بس أنا متأكدة الزرع الزرع الطيب اللي زرعتوا فيهم أنا وبيهم أكيد هو عم يسمر لو هن ما بيبينوا هالشي إن شاء الله كل العيال بيعملوا يلي عملتوه باعتقد منا صعب أبدا نكرس ليلي بالأسبوع لنكون بهاللقاء الروحي مع بعضنا أول شيء ومع الرب طبعا هو موجود فينا ويلي بيعطينا الإدراع إنه نقول عفوا للآخر يلي بعتقد بطلت موجودة حتى بين الأهل بين الأبناء والأهل وبين الأخوة وبين وهيدي سبب بعتقد أكبر خلافات والفوضى اللي وصلنا عليها وفي شغلة بس كانوا هن وصغار نروح على الكنيسة نحنا وياهم يوم الأحد كنا بس نرجع عالظهر يكون في مشاركة عن الإنجيل اللي سمعناه يعني الأولاد عرفوا إنه ممنوع يجوا عالبيت مش بنتبهين شو كان الإنجيل منشان هيك بتصير تنمي فيهم إشيا بدون ما تشعره وبعدين هلأ بيكبر قلبي وقتا شوف بنتي كيف هي عم بتعيش ببيتها مع جوزة عندهم كوان بالبيت للصلاة كيف هي عندها التضحية كيف هي هالحب الكبير بتغمر عيلتها فيه وبيتها وهيدا الزرع يلي أنت بتنطري بس يكبروا لاتي قد يكبر قلبك هيك بس تشوفيها وتقولي تير تير نشكر الرب عن جد هنبحثو الزرعي صحيح صحيح هيك صحيح إن شاء الله دايما فيها الإيمان فيها الروحانية الحلوة وما بعرف أعجز عن الكلام راشال قدام هيك أجواء نتأمل أنه الكل يعشوها حتى يقدروا عن جد يتخطوا مصاعب الحياة يلي هي صعبة أكتر ما هي سهلة صحيح ولا شبيبتنا ولا صبيعنا الجديد كمانا ولا كل الأزواج الجديد هيدا الكوان الموجود بالبيت نعم فيه يكون موجود بكل البيوت إن كان بيت صغير أم كان بيت كبير وضروري موجوده نعم وهو اللي راح يبقى ينقل من جيل لجيل مثل ما بيقولوا بهالتعاليم الدينية الصحيحة صحيح لأنه بس يقرروا بدون يتجاوزوا وبيصيروا يحرموا بالبيت وبالدكار البيت وبالفارش ويا رطيف وبينسوا أنه لازم يكون في الإنجيل هو قبل كل شي ببيتهم ومش بس يكون موجود هاكي كمان يفتحوا ويقروا فيه لأنه ما قلنا نور غير على نور يسوع المسيح طبعا أنا بتقشكرك راشال على كل هال الجو الحلو اللي عايشتين فيه وإن شاء الله يكونوا المشاهدين كمان أخذوا حكمة من هالطريقة الحياة يلي فقط بالإيمان وبالرجا نقدر نحيا سعداء لأنه بتنسي كل حزنك وكل مساعبك بلحظة فقط نكون فيها مع ربنا ونعرف أنه دايما سندنا لا أخاف سوءا لأنك معي طبعا شكرا لك مرة تانية وبتمنى لك الصحة والدوام والثبات بالإيمان بيتأمل شوفكم بحلقة جديدة إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى